اهلا بكم والسلام عليكم في فيديو جديد ليا معاكم عمر عيسى ميكاب أردس توفيديو بلوجر فيديو النهاردة وهو الفيديو التاني من لوك الكريسمس اما اللوك ده للأسف مش هينزل ساعة الكريسمس هو هينزل بعد الكريسمس عشان خطر للأسف ما كانش عندي وقت ان انا صوره فصورته بعد يوم واحد واحد فممكن يكون برضو لوك لعيد اخواتنا وحبابنا المساحيين عشان خطر عيدهم يوم سبعة واحد منسوش تقولولهم في الكومنت ستحت كل سنة وهم بقال في صحة وسلام يا رب ودايما ما بيننا سلام ودايما اخوات وحبايب كلنا مع بعض في البلد ايه في البلد دي مش عارف ايه رأيكم في اللوك يا بنات عايزكم تكتبولي في الكومنت ستحت ايه رأيكم في اللوك في الفيديو ده يا بنات او في التو فيديوز اللي ممكن ينزلوا لو الفيديو وانا بعمل له منتاج لقيته كبير انا مستخدم كل الماتيريل جديدة اول مرة هتشوفوا الماتيريل دي يا بنات وكمان حبيت رشح لكم برانز نزلت جديدة في مصر وفي بنات مصرية هي اللي عاملاها لكن الكواليتي بتاعتها زي ما انتو شايفين مش هقولكو بتتقارن بالهاي اند هي بالنسبة لي زيها زي الهاي اند اذا كانت في الاسعار او في كواليتي الحاجة مش لازم ان هي تكون ماد ان اي بلد بره مصر عشان خاطر تكون مستوردة او حاجة هاي اند لا في دلوقتي حاجات في مصريين هما اللي عاملينها او ممكن يكونوا بيجيبوا الماتيريل بتاعتها من بره لكن استيل اسم البراند بيتحط بيكون اسم مصري وده بيكون شرف لينا فما تنسوش يا بنات لو عجبكم فيديو النهاردة تضغطوا على علامة اللايك تحت وهي تكتبوا لي كومنت ايجابي وتكتبوا لي كمان حابين ان انا اعمل افكار ايه الفترة الجاي وما تنسوش كمان يا بنات تعملوا سبسكرايب او تضغطوا على زرار الاشتراك اللي تحت وتضغطوا على الجرس اللي جنبه عشان يجيلكم اي ندفكاش اللي لو نزلت فيديو جديد وكمان معلش حاجة بسيطة تنزلوا تحت في الانستجرام والفيسبوك بتوعي دايما بطلع عليهم فيديوز ولايفات مش بطلعها في اليوتيوب وما تنسوش يا بنات ان انتوا تفعلوا كمان اول نوتوفيكيشن في الانستجرام عشان خاطر تشوفوا الستوري ان انا احيانا بطلع عامل لوكس بتكون سريعة او بتكلم على ماتيريال او حاجات بكتشفها في ستوري الانستجرام لكن في بنات كتير بتقول ان انا مش بشوف الستوري هو السبب ان انت مش عاملة علامة الجرس فوق هتلاقي علامة اسمها اول نوتوفيكيشن دي اول لما نزل استوري او نزل بوست بيجيلك في الاشعارات ان انا نزلت بوست او استوري ومن غير كلام كتير يلا بينا على خطوات فيديو النهاردة ويلا بينا نبدأ يا بنات اول حاجة طبعا عايزكم تركزوا في البشرة بفور عشان خاطر احنا هنعمل تحويل اول حاجة بنات عملتها وهو اني لبست العدسات الجديدة دي من ديسيو الدرجة اسمها شارمين جرين دي اخدر في عسلي كده شوية درجة بتاعتها روعة من اروع العدسات اللي تقدروا تلبسوها في اللينسز تاني حاجة بنات وهو اني رطبت البشرة كويس باستخدام الجل اللي اخدر من كريولان ده باستخدمه في الشتاء للعرايس اكتر عشان خاطر بتكون البشرة جفة مني بابتدي ان انا استخدمه ببروش جيسب دي يا بنات اللي هي الفايبر بروش بدأت ان انا احطه على البشرة كلها وتحت العين كمان عشان ازود ترتيب استخدمت اللي هو اوفرا ميكاف فيكسر ده يا بنات فيه فيتامينز ورحته روعة وسوري لو الحاجة شكلها مببهدل شوية دي طبعا ما كان ان انا الشغل بيكون عندي كل يوم يعتبر عروسة يعني الدنيا احيانا بتطلقبط مني وبعب بقى اخر الاسبوع كده انا اضاف كل الماتيريال دي بدأت يا بنات ان انا احطه استخدمت هنا برايمير ميكاف في ريفر بدأت ان انا اطبطبه في كل الاماكن اللي عندي فيها فايل لاين او حفر او ممكن مع الوقت تفرس الزيوت معايا بدأت ان انا اطبطبه بالمنظر ده عشان يدخل جوه مسام الجلد بعدها يا بنات استخدمت المسكرة الشفافة دي من بنيفت من اجمل واروع المساكر اللي تقدروا تستخدموها للعرائس عشان توقف وتثبت شعر الحاجب بعد كده يا بنات استخدمت بقى الكونسيلر ده من فيزارت وده كان اول مرة استخدمو استخدمت درجة تكون ازا كوريكتور شوية هي درجتي لكن اغمأ سيكة وعلى اصفر فالدرجة دي تحفة يا بنات اسمها ايفوري بيج سيبلكو طبعا كل الدرجات في الديسكريبشن بوكس برضو بدأت احط الدرجة دي على اي حاجة في وشي فيها زي منطقة الشنب منطقة تحت العين حوالين الانف برضو في الشتة بتكون عندي فيها حمرار وكمان في الواخر بتاعة جوانب العين عندي وبدأت ان انا سيبو شوية يا بنات عشان خاطر يمسك على البشرة كده ويديني كوفردج اخوى بعدها استخدمت البروش بتاعة البلندنج دي من ريل تكنيك هو بيكون سيت كده مع بعض وبدأت ان انا قطبت بالكونسيلر في نفس الاماكن اللي انا حطيته فيها وعشان البروش شلتني في الاماكن الصغيرة بدأت ان انا اخد السبونش السبونش دي يا بنات روعة في دمج الكونسيلر وفاونديشن هتلاقوها عند سوما سيبلكوا لينكات كل الحاجات اللي انا مستخدمها النهاردة في صندوق الوصف برضو بدأت ان انا قطبت بالكونسيلر ووردكم هنا بيندمج بسهولة فضيعة يا بنات والكوفردج بتاعته حلوة جدا 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 هنا رجعت تاني للبروش وبدأت ان انا طبعا ادمج منطقة تحت العين بالطبطب يا بنات مش بالمسح وهنا يا بنات بقى هستخدم الفاونديشن ده من نفس البراند وهي براند فيزيرت سيبلكوا طبعا الدرجة الفاونديشن ده بنات فضيعة حلوة جدا شبيه قوي قوي لبتاع هودا بيوتي اللي هو الاولاني بدأت ان انا ادمجه فورشت جيسب لكن حاوله ما اتطلعهوش تحت العين يا بنات خصوصا لو انتم ما عندكوش مشاكل كتير تحت العين عشان هو الكوفردج بتاعته تقيلة قوي بيناسب البشرات الدهنية والمختلطة لو بشرة جفة تحاول ان هي تخففه بفاونديشن تاني بصوا انا كنت هنا عشان بشرتي جفة كنت بخففه على ايدي واخد البقايا بس اللي على الفورشة وابتدي ان انا حطها على البشرة شايفين طبعا الكوفردج بتاعته عامل ازاي بدأت هنا ان انا امشي بسبونش عشان خاطر اشيل اي خطوط اتواجدت من البروش وعلى فكرة يا بنات هو الدرجة كانت افتح عليها سنة لكن هو مع الوقت بيتأكست فهيقل بلوني في اخر الفيديو زي ما انتم هتشوفو بعد كده يا بنات استخدمت بالت الكونتور الكريمي دي من شبريل سيبلكوا في صندوق الوصف تقدروا تجيبوا كل الماتيريال دي منين استخدمت الفورشة الفلات دي من جيساب رقمها 233 وبدأت اخد التو شيدز دول عشان اعمل كنتور الكونتور في الفيديو ده او في اللوك ده كنت مستهدف ان انا اعرض الوش بتاعي اخلي ان اطراف الوش تكون متحددة لكن نص الوش فاتح كنت عايز اسحب الوش وقدي له عرض شوية فزي ما انتم شايفين طبعا تكنيك الكونتور هنا اخدت بعدها درجة فتحة يا بنات وبدأت ان انا اطلع فوق شوية الكونتور عشان خاطر ادمجه واخليه يكون مدي زي يشده كده بعدها رجعت للدرجة الغمق تاني وبدأت ان انا اشتغل على جوانب الجبهة وبعدها اخدت الدرجة الفتحة وبدأت ان انا انزل تحت الكونتور الغمق شوية زي ما قلتلكم وهنا يا بنات بدأت اعمل كنتور الانف الملائم لانفي انا انا الانف بتاعتي معوجة فعشان كده باخد خط من الجنب اللي فيه عوجة وببتدي ان انا اخد عشان الانف برضو عندي طويلة بزمها شوية من تحت وبحاول ان انا ارفعها شوية باني بكتر الكونتور في الارنابة كده والبقايا بس ممكن اطلع بيها على الجنب التاني وهنا كمان بدأت ان انا اعمل كنتور الشفيف بدأت اطلع فوق الحواف بتاعت شفيفي شوية من فوق من النص يا بنات من تحت ومن فوق بعد كده بدأت ان انا اخد خطين عند عظمة الفك تحت يا بنات عشان خطر زي ما قلتلكم تكنيكي الكونتور النهاردة هيكون لتعريض الوش وهنا بدأت ان انا ابرز طبع الحسن اللي موجود وبعدها بنات اخدت الدرجة الورنج دي دي تقدروا تستخدمها كوريكتور وتقدروا تستخدمها ازا بلوش كريمي زي ما انا استخدمت كده بدأت ان انا احط في كل اماكن البلوشر وكمان بدأت ان انا اكون عامل بيز للشفيف باني احطه على الشفيف برضو المنتج بقى اللي انا مستخدمه النهاردة هو منتج جديد كده لسه مش هكلمكم عنه النهاردة فتفتكروا هو ايه اكتبوا لي في الكومنز تحت بعدها بنات استخدمت بقى الست الجديد اللي لسه نازل ده من براشيا براشيا دي يا بنات براند فيه بنوطة مصرية اسمها سوما او اسماء هي اللي عاملها سيبلكو في صندوق الوصف تقدروا تجيبوها منين الست اللي هي عاملها حلوة جدا جدا يا بنات انتو شفتوا طبعا السبونجز بتاعتها اهم سبونج موجودة فيها ودي اللي خلتني اصلا اشتري الست كاملة وهي السبونج الجري دي دي يا بنات بديل التاتي بيوتي انتو هتشوفوا انا باستخدمها استخدمات قدية في الفيديو اول حاجة يا بنات بدأت استخدمها للبلوشر الكريمي وادمج كل الحاجات الكريمي اللي موجودة في البشرة وبصوا يا بنات هي بتدمج ازاي على فكرة يا بنات كمان السبونج دي تقدروا تستخدموا الجهتين بتاعتها انا ورتها لكم في الفيديو وطبعا فيه واحدة لتسبيت البشرة فيه اتنين لتسبيت البشرة واثنين سغنانين تقدروا تستخدموهم للحاجات الكريمي برضو الصغيرة يعني في الاماكن الصغيرة فبصراحة السيد ده عظم قوي بأمانة عجبني جدا زي ما انتو شايفين طبعا هنا استخدمت اللي هي السغنانة دي وبدأت ادمج كنتور الانف اهل حاجة ان هي بتدمج الحاجة في مكانها بالزبط بعد كده هنا يا بنات مشيت بالسبونش بقى دي برضو يا بنات هتلاقا عند سومة وبدأت ان انا امشي على الوش كله عشان خاطر ادمج كل حاجة على البشرة بعدها استخدمت هنا الكونسيلر ده من فيزارت الدرجة اللي هي الافتح شوية سيبلكو برضو الدرجات في صندوق الوصف وبدأت يا بنات ان انا اعمل هايلايت لعند الكورنر بتاع العين وفي اخر العين خالص عشان اسحب الوش وقدي له عرض وطول وبدأت هنا ان انا انضف الخطوط الكونتور الكريمي اللي انا عملتها واحدد الشفايف وطبعا منطقة الانف برضو وبدأت ان انا انضف الكونتور الكريمي برضو باني خط خط فاتح تحت الكونتور وبعدها اخدت في الجبهة وبدأت برضو ادمج باستخدام اللي هي السبونش اللي من عندي سومة عشان اوريكو بس هي بتدمج الحاجة الكريمي ازاي ومن غير يا بنات ما ببلوها ولا اي حاجة انتو بتستخدموها كده بعد كده يا بنات اخدت الهايلايتر الليكويد ده من براند اسمه بي بيرفكت واخدت بنفس السبونش بتاعت سومة وبدأت ان انا حطه على البشرة وزي ما انتو شايفين السبونش اكتر من تحفة يا بنات بتدمج الحاجة حلوة جدا 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 ما بتشربش حاجات كتير يعني بتشربش الكمية بتاعت المنتج اللي انتو بتحطوه بتستهدف اماكن كتير زي ما انتو شايفين عشان هي طرية جدا جدا فاول لما تتنوها هتلوها بتتني معاكو وانتو شايفين طريقة الدمجة عاملة ازاي بعد كده يا بنات استخدمت اللوز بودر دي من هودا بيوتي درجة بنانا بريد الدرجة دي انا بحبها جدا جدا واستخدمت بقى الجهة التانية من نفس السبونش بتاعت سومة وبدأت ان انا اسبت بيها بالبودر وفي البودر حاجة عظمة يا بنات والله العظيم السبونش فعلا فعلا فزيعة يعني انا استخدمتها هي وصلني لسه ما كملتش 3 ايام استخدمتها العروسة مبارح يعني فرقتلي في الوش حرفيا بتثبت البشرة وبتخلي الوش زي الفلتر دي بالنسبة لي اكتر سبونش انا حبتها في الفلتسات بامانة بدأت ان انا سبت كل البشرة البقايا بس اللي كانت موجودة على السبونش بدأت ان انا اطلع بيها على الكنتور الكريمي ومنطقة الهايلايتر وهنا بقى استخدمت البراند التاني العظمة من دام بيور يا بنات صحر استخدمت التوهايلايتر دول انتو بتقدروا تختاروا درجة الهايلايتر اللي عجباكو تقدروا تختاروا اي درجة شادو عجباكو يا بنات من عند صحر سيابلكو في صندوق الوصف تقدروا تخلو جروبها وتشوفو وفي ميكاب ارتست كتير قوي قوي اتعامله مع صحر وعارفين خدت بالنسبونش بقى الجهة النضيفة التانية وبدأت ان انا احط الهايلايتر برضو بالنسبونش وبصوا الهايلايتر على البشرة عامل ازاي ضهر عارفين الضهر عارفين الزنهرة الوش بتاعي كم زنهر يومها واحلى حاجة ان البشرة كانت متسبتة بطريقة فظيعة يا بنات بجد حلوة قوي اخدت هنا بلوش سغيرة من جيسب الست اللي انا كنت مستخدمها يا بنات اللي هو الستل 25 فرشة واخدت من الـ 2 shades بتوعي الهايلايتر دول وبدأت ان انا احط في الانر كورنر برضو وهنا اخدت البرونزر ده من الفرشة والله العظيم يا بنات كنت باخد مرة واثنين وثلاثة عشان يطلع عشان الـ shade بتاعه كان فاتح بالـ sponge انا اخدت مرة واحدة وهنا يا بنات اخدت البلوشر ده من اخدت يا بنات الفيكسر التاني ده من افرة وعملت التكنيك ده هو اني رشيت على الـ sponge وبدأت ان انا اطبطب على البشرة والجهة التانية بدأت ان انا اخد الـ spray وارش على الوش كله بعدها يا بنات استخدم او امشي على البشرة بالـ sponge الطريقة التانية عجبتني اكتر من الاولانية لكن الاولانية حستها ان هي بتدمج البشرة احلى هنا تحسوا بصوا درجة الـ highlighter كانت باوز زي عكس المنطقة التانية كان الـ highlighter كان ناعم شوية بدأت اخد بقى يا بنات الـ compact powder دي من مك رقمها NC20 وبدأت ان انا اسبت البشرة زيادة بعد ما استخدمت الفيكسر واعمل ابرز الـ highlight وكمان ابرز الـ contour وهسيبها بالكمية اللي انتو شايفينها دي عشان ننتقل بقى للفيديو التاني وهو فيديو الـ eyeshadow استنوا يا بنات هينزل بعد الفيديو ده اشتركوا في القناة